بسم الله الرحمن الرحيم مصر كل يوم بتورينا أنها لسه بتدي من ولدها ومن أبنائها نمازج مشرفة لكل العالم في عام 1998 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي للشباب وكانت مصر دايماً لها السبق وليها السعي الأول في أنها تبرز شبابها ومواهبها اللي موجودة على أرضها والنهاردة معانا ضيف نموذج من الشباب الناجح نموذج من الشباب اللي احنا هنتعلم منه نموذج من الشباب اللي احنا دايماً بنسعى أن احنا نقدمه للمجتمع عشان الشباب اللي لسه صغير أو الشباب اللي لسه يبدأ حياته يتعلم ويعرف أنه فيش حاجة هتوقفه ما فيش حاجة هتوقف قدام حلمه الشباب لازم يعرف أنه عمود البلد أن البلد بتوقف على شبابها البلد بتتبني بولدها البلد بتكبر البلد بتتقدم البلد بتتطور بسعي أولادها معانا النهاردة الدكتورة نوها سلامة الخبير الاقتصادي وخبير مؤسسي ومطوري المشروعات ازايك دكتورة نوها؟ أهلا مرحب عامل ايه؟ الحمد لله منورانا ومشرفانا مرسي يا أبي تسلم احنا بس عاوزين الاول نعرف السادة المشاهدين مين هي الدكتورة نوها سلامة طيب في البداية بس كده أحب أهن الشعب المصري كله بانتصارات أكتوبر المجيدة الزكرة اللي هتفضل رصخة في ذهن ووجدان الشعب المصري بالكامل على مر العصور مهما مر عليها من زمن وأحب أشكر حضرتك وفريق الاعداد بالكامل على الاستضافة الكريمة من السيئوي لكم جميعا شكرا أنا زي ما انت قلت نوها سلامة متخصصة في التطوير المؤسسي وإدارة المشروعات تمام طيب حضرتك ممكن نعرف اللي هو الخبيرة في الاقتصادية وخبيرة في التطوير المؤسسي ووضع المشروعات طيب حضرتك بالنسبة لدارة المال والأعمال وتطوير الشباب ودعم الشباب أكيد حضرتك لك دور في حاجة زي كده أنك بتأهل الشباب أو بتعرف الشباب اللي بيبدأوا مشروعات صغيرة أو مشروعات معينة أو بيبدأوا حياتهم في مشروعات خاصة بيهم عن طريق خبرتك في مجال الاقتصاد هو في الفترة الأخيرة كانت برزت لنا فكرة كده فحبنا نشتغل عليها من خلالي ومن خلال فريق العمل اللي شغال معي أن احنا عملنا حاجة زي حاضنة كبيرة لرواد الأعمال بفكرة مختلف يعني مش موجود في مصر أعتقد أنه لسه مش موجود بالشكل الكافي ممكن يكون شركة واحدة اللي بتعمله وتابع للدولة ما فيش في القطاع الخاص خلص حد بيعملها كانت الفكرة عبارة عن أن هي تبقى حاجة زي حاضنة لرواد الأعمال بنساعدهم لأنهم لما بيجوا يبدأوا بيبقى بينقصهم خبرة كبيرة في إدارة المشروع ما عندهمش تمويل ما عندهمش خبرة مكتسبة مش عارفين يمشوا ازاي أو يعملوا ايه فالفكرة جات لنا من كده أن احنا نبدأ ناخد المشروع من أول ما بيبقى فكرة لحد ما يبقى كين يعني نقدر نتكلم حاجة بتحط طوعة الطريق الصح اللي يبدأ بيه مشروع احنا بنبدأ أو بتنسمونه الخريطة اللي يبدأ بها مشروع لا احنا بنبدأ معايا من أول الفكرة أن احنا بنقعد نتكلم في الفكرة بنلاقي أن الفكرة كويسة نبدأ نعمل لها دراسات الجدوى بتاعتها من خلال فريق متخصص في دراسات الجدوى لقينا أنه هو فعلا خلاص المشروع قويس وحق الجدوى المطلوبة بنبدأ نعمله نخش على المرحلة القانونية أن احنا نبدأ نعمله إجراءات التأسيس والترخيص وكل ما هو قانوني مزولة المهنة وكل الكلام ده كله نبدأ بعد كده نيجي على مرحلة التمويل لو هيبقى محتاج قرد أو خلافه بيبقى معايا تيم متكامل يتكلم وياخد القرد من كل دراسة الجدوى اللي احنا أعدناها مسبقا كنت أسألك عن ده يعني أنتو تيم متكامل في الشركة كل واحد له شغله كل واحد له طريقة أو كل واحد له اسلوب في التعامل مع العميل ده أو كل واحد له دور بيتعامل فيه مع العميل ده في مكان معين أو في وقت معين من مشروعه احنا مجموعة كل حد متخصص في القطاع بتاعه يعني عندنا قطاع القانوني مكون من مستشارين قانونيين على أعلى كفاءة قطاع لدراسات الجدوى متكون من مستشارين متخصصين في أداد دراسات الجدوى على رأسهم طبعا الدكتور طه رمضان اللي احنا دايما تعبينه معنا في الموعيد وفي إدارة المشروعات عندنا القطاع بتاع الدعاية والإعلان وده متخصص في الدعاية والإعلان بكل أشكالها سوشال ميديا الإعلان التليفزيوني وغيره عندنا القطاع الإداري وده متخصص في إعداد بقى اللوايح الداخلية في التعيين في التدريب في كل ما هو إداري إعداد الهيكل التنظيم الداخلي كل ما هو إداري وداخلي بس يعني هي قطاعات متكملة كل واحد بيشتغل في حياته أنا حسنا بيتكلم قدامي حد مسؤول عن منظومة كاملة حد مسؤول عن دعم كامل لشباب حد مسؤول عن منظومة فيها موظفين وفيها ناس شغالين وفيها مستشلين قانونيين وفيها إعلامين طيب إحنا حظتك سنك صغير نعوزين نعرف بقى السن الصغير ده ده بقى هو أصلا ده محور برنامجنا إنه ده يجيب الناس لسنهم صغير أو الشباب لسنهم صغير ونسألهم أنتوا ازاي في السن الصغير ده عرفتوا توصلوا للنجاح ده وفي الفترة القصيرة دي عرفتوا توصلوا إنه كنتكونوا علامة أو براند الناس يتعلم منه يعني دائما إحنا بنتكلم إن الناس بتحسي بسن العشرين أو التلاتينات ده هو إيه عنها غلط وتعلم أو لسه مش هعمل حاجة أو لسه صغير أو هستنى لما الدولة تديني أو هستنى لما أهلي يدوني طيب السن الصغير ده عمل كده إزاي؟ يعني ما حدش يفتكر إنه إحنا في يوم وليلة أنا أو أي حد من فريل اللي شغال معي بقينا كده أو بقى لنا إسم في السوق الحمد لله في فضل الله لا إحنا وقعنا وقفنا وقابلتنا مشكلات كبيرة ويمكن ده اللي خلنا أصلا نفكر في موضوع حاضنة رواد الأعمال ده إن إحنا قابلنا المشكلات دي فخلاص بقى عندنا خبرة مكتسبة فيها نقدر ننقلها للناس اللي بعدين فيما يخص حتة السن هو في الحقيقة أنا بدأت دراسات التكملية الماجستير ومن بعده الدكتوراه وبعد ما خلصت البكاريليوس على طول مباشرة ما كانش فيها أي فصل وقته وفي نفس التوقيت ده كنت بدرس في بعض الجامعات الخاصة كمعيد أو كمدرس مساعد بعد شوية حاستنا أنا عايزة نتقل من الشغل الأكاديمي للشغل المهني أو العملي أو على أقل أجمع ما بينهم وبعدين بعد كده أقرر فبدأت أتضرب في شركات قطاع خاص كان بيبقى التدريب من جير فلوس ومن جير إمكانيات من جير أي حاجة خالص بس كان بيبقى الهدف منه إن أنا أقدر أكتسب خبرة أو أتعلم الناس دي بتعمل حاجات دي إزاي أنا أقدر نلحظك يعني ما فيش وقت ضع من في حياتك أو ما فيش وقت ضع منك كان كل وقتك يا إما في الجامعة يا إما كنت بتحضر ماجستير ودكتوراه وحتى لما اشتغلت عشان تعملي كارير حياتك تاني أو تعمل شفت كارير في شغلك أو تعمل أو تتكبري من شغلك أو تطواري من نفسك ما بسطيش للربح المادي هي دي النقطة المهمة اللي لازم الشباب يركزوا فيها البلان إنك تخطت خطة عارف هتوصل فيها فين مش بس البلان إنك ما تركز في إنك هتاخد كام من أول يوم أنت لو ركزت إنك تتعلم بعد كده الفلوس هي اللي هتدور عليك وهي اللي هتجيلك مش إنت اللي هتدور على الفلوس بعد كده الفلوس هي اللي هتبقى بتلحقك لأن أنت عندك اللي هدفع فيه فلوس صح بس المهم في الأول إنك تتعلم وتكتسب خبرة يعني زي ما بقول لحضرتك إن إحنا أنا فضلت سنين اللي أنا فتكرو إن أنا بتضرب في شركات وبشتغل في شركات من جير مقابل مادي بس عشان أتعلم وعرف الناس دي بتعمل إزاي اللي هما بيعملهم إزاي دي إزاي الناس دي وصلوا إنهما يقدروا يبقوا ناكحين والحمد لله ربنا كان يعني موفق إن كنت بسعى إنه يبقى مش مركزة في حتة واحدة بس في إقدارة الأعمال لا أنا شوية في الـ HR شوية في التسويق شوية في الدعاية والإعلام كل ما هو له علاقة بإقدارة المال والأعمال بحيث إن أنا في الآخر أقدر أبقى فهم المشروع ده يعني قبل ما تديري منظومة متكاملة كنت أنت أصلا منظومة متكاملة يعني أنت درستي منظومة بقيت أنت شخصي في منظومة متكاملة الأول يعني بحيث إنك تكوني ملمة بكل حاجة عشان لما تبدأ تمسكي منظومة كاملة أو تبدأ تعمل حاجة تحتضني فيها رواد الأعمال أو الناس اللي هيبدأوا حياتهم يبقى عندك فيدباك أو مرجعية لكل حاجة يتكلموا فيها طيب إحنا بنتكلم إن الدولة في الفترة الأخيرة عملت سبع مؤتمرات شباب من 2016 ل2019 يمكن الرئيس في المؤتمرات دي لف الجمهورية يمكن إحنا ما نتكلم نشي إن الرئيس عمل ده في محافظة واحدة بل بالعكس إحنا بنتكلم إن أول مؤتمر كان في القاهرة تاني مؤتمر كان في أسوان تلات مؤتمر كان في الإسماعيلية بعد كان الرئيس رحة سكندرية بعد كان رجعنا القاهرة تاني تاني رحنا جامعة القاهرة بعد كده جامعة القاهرة آخر مرة طيب إحنا بنتكلم الرئيس عمل ده كله وكان بيلف في مصر كلها عشان الشباب في دعمها للشباب وتوفير الأجواء المناسبة للشباب عشان يبدأوا في مبادرات أو في صبقة أعمال تكون مثال العالم كله والله أنا شايفها أنه في الفترة الحالية اللي احنا فيها احنا بنمر بمرحلة كشباب كلنا ما عدتش على مصر قبل كده من دعم مؤسسي ودعم القيادة السياسية على أعلى مستوى على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية السياسية يعني مثلا لو جينا خدنا على المستوى الاقتصادي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر هنلاقي مثلا أنه دلوقتي وزارة الاستثمار في مبادرة مشروع اللي هو فكرتك شركتك بتتكلم بنفس الفكر اللي أنا كنت بأتكلم مع حضرتك في إن هي تحتضن الواد الأعمال والشباب المستثمرين من أول التمويل ودراسات الجدوى والتدريب وكل حاجة فدي فرصة هيلة جدا لأي حد ما عنده خبرة إنه هو يبدأ ويتعلم منهم لكن هنا تشوفنا أن كان كلام الرئيس في آخر مؤتمر اللي كان في 1500 شاب كان كل الكصة ابدأ وانطلق إنك ابدأ وإحنا نخليك تنطلق بقى بزبط حتى في حتة التمويل اللي كان دايما فيها مشكلة الرئيس في 2015 لما وجه بدعم الشباب بعدها على طول البنك المركزي عمل مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ 200 مليار جنيه المبادرة دي شغالة إلى اليوم طب هل إحنا كشباب استفدنا من الحاجات التي تطور تسلية يعني مثلا فيه هي على مراحل فيه المتنهيات الصغر من غير فوات خالص فيه المشروعات الصغيرة بفايدة 5% المشروعات المتوسطة بـ 7% فايدة فيه تسلات يا جماعة يعني ده على المستوى الاقتصادي نجي على المستوى السياسي زي ما أنت قلت أن فيه سبع مشروعات اللف فيهم الجمهورية عشان بس يسمع الشباب يحتويهم يقدر يفهم هما بيفكروا ازاي غير طبعا المبادرة اللي هو عملها بتاعت تأهيل الشباب للقيادة أفرزت لنا كوادر شبابية رائعة هو القصة أن الرئيس أو الدولة عاودة تعمل حوار مباشر بين الشباب ومؤسسة الدولة يعني كان الأول أو كان زمان الشباب سطل مش مسموع محدش عارف الشباب يفكر في إيه ولا بيحلم في إيه كان دايما مؤتمرات الشباب أقول يوم العالمة للشباب كله كلام على ورق يعني ما كانش حد دايما بياخد الشباب يوصلهم بمؤسسة الدولة ما كانش حد بيسمع يمكن أنا في آخر مؤتمر شفت له الرئيس كان جاب الكوميكس العرفيس بيتفرج عليها ومتواصل مع الشباب فهمني أن يبقى دايما فيه حوار مباشر بين الشباب ومؤسسة الدولة أنت عاوز إيه ومؤسسة الدولة اللي بتوفر دا موجودة فده خلينا فيه تحويل النموذج المصري لنموذج محاكاعة عالمي يعني دا اللي عاوزين نتكلم فيه برضو أن الدولة لما دعمت خلت النموذج المصري لنموذج محاكاعة عالمي أو بتسعى لده حضرتك شايفة إحنا ممكن نعمل إيه أو شايفة أن دور الدولة متمثل في إيه ودورنا إحنا كأفراد بقى بنتكلم في ريالة الأعمال أو بنتكلم في مشاريع صغيرة أو كبيرة أو أي أن كان دورنا إحنا ودور الدولة إيه كتناسق مع بعض أنها نقدمه للشباب دول أو أن نحط لهم خريطة يمشوا عليها إزاي هيا قريدي الدولة بدأت بدأت بأن هي بقيت بتقابل الشباب بتقعد معهم يعني أنت دلوقتي بتقعد مع أعلى قيادة سياسية في الدولة أنت بتقعد مع رئيس الجمهورية بتقابل رئيس الجمهورية بيوقف الشباب بيتكلم وينتقد رئيس الجمهورية وجهة لواجهة من غير أي مشكلة ومن غير أي خوف وبيقدر ساد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني ومسكور بيقدر يحتويهم وبيقدر يفهمهم وبيطلع يتكلم في كل نقطة الشعب أو الشباب بيتكلموا فيها حتى الحاجات اللي بيبقوا منصوصة عليها أنه ما تتكلمش فيها حاليا هو بيحب يزل الغموض عن ده فهو بيطلع وبيتكلم في ده وده والشباب فعلا تفعلت مع ده يا فندم ده هو مش قصة اللي مش عاوز تتكلم حتى الشاب اللي مع الرئيس في المؤتمر اللي مش عاودة اللي هي خايف يتكلم أو اللي الناس فاكرينه هي خايف يتكلم على فيسبوك فيه اسأل الرئيس فتحت على فيسبوك للناس اللي عنده سؤال يبعته اللي عنده أي استفسار وبيتقال Velảiيس انت عملت كذا أو يا رئيس انت عملتش كذا أو يا رئيس عزين عرف كذا فده خلى أن دايما الحاجز اللي بين الشباب والدولة راح ما عادش خلاص فيه قصة الحاجز اللي بين الشباب ورئيس الجمهورية كمان راح ما عادش في قصة رئيس الجمهورية عاد حد مننا شباب هو شاب زي الشباب اللي عادين دول وحط نفسه في مشاكل الناس دي يعني يمكن احنا دايما بنتكلم في ان مشروعات الدولة او تطوير مشروعات الدولة ما بيحسش بيها غير الناس اللي شغالة وده اصلا افرز لنا ما شاء الله قيادة سياسية شبابية رائعة ظهرت مثلا في تنصقية شباب الاحزاب والسياسيين ظهرت في كوادر قيادية شبابية دي بقيادة الزميلة العزيزة هودا سعد ومعها مجموعة ضخمة ما شاء الله من الشباب اللي يفرح بجد الواحد بيبقى مبسوط انه انتوا ازاي صغيرين وقدرتوا تعمله للحاجات الجميلة دي شبابنا دلوقتي بتمثل مصروف الامم المتحدة في نموذج المحاكاة يعني بجد حاجة مشرفة يعني فعلا لما يتقصر الحاجز ده والشباب قدر يتكلم اتخلق عند الشباب حلم من تاني انه يقدر يوصل يقدر يعمل حاجة يقدر يساعد البلد دي ان هي توصل ان هي تبقى في مكانتها اللي تستحقها فيها ان يكون حاجة يعيش فيها وان يكون حاجة يقدم لها حاجة بلده انه هي لها مردود احنا دايما برضو تكلمنا عن الشباب بقى بتوع الارياب وبتوع الاخليب انا مش شرية اصل فدايما كنا احنا بعيد اوي بعيد جدا وكمان بتوع الصعيد وبتوع السلوم وبتوع سينة الناس دي كان دايما بالنسبة لهم الوصول للقاهرة او الوصول للناس تسمعهم او تشوفهم او تشوف احلامهم بعيد اوي فكان دايما اخر اخر مؤتمرات للرئيس كان بيتكلم عن تحقيق حلم الريف المصري ان الشباب في الارياب اللي هما هيبدأوا بقى يعملوا مشاريع ويعملوا ويطوروا من نفسهم ويكبروا الريس حاب يحقق حلمهم في حاجة زي كده فحنا بنتكلم بقى في ريادة الاعمار والمشاريع اللي ممكن الشباب دول في السن الصغير ده في الارياب مش بنتكلم بقى في القهرة او في اسكندرية او في شرم الشيخ هل متكلم الشاف في القريف اللي هم والده فلاح والده فلاحة الناس اللي هي خلاص بقى يعني ما خرجتش من الريف قبل كده ان هم ازاي بقى يطوروا من نفسهم ويستفيدوا من دعم الدولة في النقاط دي يعني ازاي يستفيدوا من المنظمات زي بتات حضرتك وازاي يستفيدوا من دعم الدولة كمان ان هم يكبروا ان هم يحققوا احلامهم يوصلوا الاهدافهم ده احنا ممكن نستفيد منه ازاي او نعلمهم ازاي هو الريدي رقم واحد لازم هو يشتغل اول في البداية على نفسه لازم يحدد اهدافه يعرف هو عاوز ايه يقسم الاهداف دي لخطط قصيرة المدى متوسطة المدى طويلة المدى يعرف ان الدنيا مش هتبقى واردي هتقابلك صعوبات وهتقابلك عراقيل ولازم تفضل مكمل ومستمر وهتقع مليون مرة وهتضرف السوق مليون مرة بس انت لازم تبقى مصمم على هدفك لازم تشتغل على نفسك بعد كده تبدأ تشوف انت ايه اللي نقصك في شخصيتك وفي مهاراتك وفي قدراتك وتبدأ تفضل مكمل معي ان انت لا انا هطور من القدرات والمهارات دي لحد ما وصل للنقطة بتاعتي ما تفكرش خالص في الفلوس في الفترة الاولانية صدقني انت لما يبقى عندك خبرة مكتسبة الفلوس هي اللي هتجري وراك اطلع على المبادرات الموجودة دلوقتي في الدولة وعلى تشجيع الدولة للشباب في الفترة دي واستغلي الفترة دي كويس جدا لان هي بتقدم كل الدعم سواء مدي معناوي تدريب تعليم كل حاجة هتلاقي حد وقف معاك فيها يعني حتى وزيرة الاستثمار دكتورة صحر نص هي اللي بتابع مشروع فكرتك شركتك بنفسها هي اللي بتنزل بنفسها انت ممكن تفتح الباب وتخش عليها كده تقول لها انا بفكر في كذا وكذا وست مشكورة بتقابل كل الناس وبتتناقش معاهم وبالفرص الاستثمارية اللي موجودة بتطرحها وبتتناقش معا فيها وبيتكلموا بيوصلوا لنقاط ارتكازية مهمة يمكن انا دايما كنت بقول ان الجامعات الارهابية او الجامعات الذاتة الفكر المتطرف قدت انا تكذب الشباب ده او تخليب امعاها نتيجة انهم كانوا بيوفروا له الحضانة او الحضانة اللي هي المناسبة لي يفتحوا له مشروع يدلوا فلوس يدعموا يهنوا في مناسبات يقفوا جنبه في بداية حياته فلما احنا لقنا الدولة بدأت تتجه انها تاخد الشباب دول من الحضانة بتاعة الفكر المنحرف ده او الاتجاه الغلط ده انها خلاص بيتعامي اوه شايف ان حد بيدي له دعم وبيدي له سند بيدي كل حاجة اه ما بقاش شايف فلما بقنا بنبص الحاجة زي كده وبينا ان الدولة بقى عندها مبادرة جميلة جدا اسمها مبادرة حياة كريمة ان الشاب المصري او الانسان المصري او الطفل المصري كمان يبقى عايش في مبادرة حياة كريمة انك خلاص بقى القصة بتاعت انك انت محتاج حد يسندك في المشاكل بتاعتك محتاج حد يقف جنبك في مشاكلك محتاج ضهر لا الدولة بقت ضهرك الرئيس بقى ضهرك يعني أخوك كبير مش رئيس الجمهورية بقى أخوك كبير كل مؤسسة الدولة محدش عاد كبير على مشاكل دايما نحن نشوف أن الرئيس شايف أن دايما مشاكل الدولة أو المشاكل اللي بتحصل في الدولة هي بتاعته هو مش بتاعت الشباب بس احنا عوزين بقى نعرف مبادرة حياة كريمة بقى هتفيد الشباب اللي بقدين حياتهم كرية أعمال أو كمشاريع ازاي طيب هي في الأول مش بس المبادرة دي يعني انا في الفترة الأخيرة المبادرات احنا مش بنقول ان احنا ما عندناش مشاكل احنا عندنا مشاكل وعندنا مشاكل بقالها عشرات السنين دي مش هنقدر ننكرها لكن النقطة الجديدة الحالية المحطوطة على الترافيضة ان احنا بقنا بنتكلم عن المشاكل دي عارفين ان في مشكلة في الصحة فالسيد الرئيس وجه بمبادرة الصحة اللي كشفت على ملايين المصريين وعملت شغل رائع وعالجت آلاف المصريين من فيروس اللي كان يعني أكل أجباد المصريين زي ما بيقولوا عندنا مبادرة التعليم عارفنا ان احنا التعليم عندنا وضع حاجة صعبة جدا اتواجهنا بالحقيق فبدأ السيد الرئيس يتكلم معه يجيب وزير بفكر جديد بفكر مختلف اقعد حط لي شغل حط لي فكر مختلف نقدر نناهض به الدول التانية مبادرة حياة كريمة والتخلص من العشوائيات ان احنا ازاي قصة العشوائيات دي كانت هي اصلا المنبع بتاع الارهاب وهي كانت البقر الاساسية في انه يتكون عندك اطفال شوارع عندك ناس مجولي النسب عندك ناس فقدة البيوت وفقدة الدعم وفقدة الرعاية فانت منتظر منهم ايه جيس سعد الرئيس لا شاف كل ده وبدأ قريدي يحصل نقل كامل للمناطق العشوائية اللي كانت بجد منظرة في مصر يعني يعني مشين لمصر عملنا دولة جديدة يعني الرئيس عمل دولة جديدة تا جير بقى كمان الاستثمارات اللي حصلت في عشرات المدن الجديدة اللي الواحد بيبقى فخور وهو بيكلم بيها وانا كتبت فيها مقالات كتيرة الحمد لله انه ايه عدد المدن الكبيرة اللي حصلت وبقى الظاهر الصحراء وبتاع مصر بقى دلوقتي ما شاء الله اكبر يعني كل عشرات المدن العالمين الجديدة يعني لا فيه حرقة واللي مش هايفة معلش محتاج يعيد نظر تاني في الموضوع احنا بس محتاجين ان الشباب مصر يقفوا جمع مصر فترة دي يعني احنا دولة بتكبر وبتبني فاحنا اللي محتاجينه من شباب مصر انه يقف جمع مصر احنا لازم احنا اللي نحافظها البلد لو انت ما حافظتش على بلدك مش هتلاقي حد يحافظ لك عليها يعني بس طب احنا هنقدم بقى رشدة للشباب ازاي هم يقدروا يطوروا من نفسهم يحققوا اهدفهم ويوصلوا الاعلى درجة من درجة تحقيق محب بتاعتهم في مصر اه في مصر او كنت كنت في مصر او كنت في اي مكان زي ما انا قلتلك قبل كده اول حاجة لازم تحدد هدفك اقعد اكتب هدفك ايه حطه قدام عينيك حتى لو انت هتلزقوا كده في قضة نومك يبقى هدفك قدام عينيك عشان ما بيفرقش خيالك حتى ده بيبقى دفع كبير جدا لك مهما قابلت من صعوبات انا هدفي قدام عينيه مش هحول نظري من عليه بتحدد هدفك كويس جدا بتحط خطط قصيرة الاجل متوسطة الاجل طاولة الاجل تاخد الخطط قصيرة الاجل تبدأ تشتغل عليها لازم يكون في بلان والاهم ان لازم يكون عندك بلان بي مفيش حاجة ثابتة مفيش حاجة هتمشي بالمصدرة زي ما انت رسمها فلازم الخطة اللي تحطها تتسم بالمرونة تبقى قابلة للتغيير من جر ما تبوز يعني من جر ما تبوز لك حياتك يبقى عندك دايما بلان بي ان انا لو دي ما نفعتش لأ انا عندي بلان بي بلان سي فيه هقدر اكمل مش هتنازل عن هدفي بس ممكن اغير الاسلوب او الطريقة بطريقة تانية توصلني الهدفي برضو تبقى عارف ان الدنيا مش وردي هيبقى فيه صعوبات كتير وهيبقى فيه مشاكل كتير انت قدها وتقدر تكمل وتقدر تسعى هو الشاب المصري والشاب اللي عنده حلم والشاب اللي عنده هدف مهما يحصل يعني دايما المشاكل والعقبات ومطبط الهوى ودايما عارف انت لما ربنا قال واما الزبد وفيازها وجفاءا واما ما ينفع الناس فيمكس في الارض دايما الشاب المصري بالذات ربنا خلقه بيتحمد مهما يحصل من العقبات مهما يحصل من مشاكل مهما يحصل من مطبط هوا ده كله ما بيقصرش في حياته اللي عنده حلم واللي عنده هدف وحضرتك نموذج من النموذج دي والناس اللي طلعت معنا قبل كده حصلوا مشاكل كتير جدا 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 وبدعم الدولة وبطموحاتهم وبأحلامهم وبأهدفهم اللي كانوا بيحلام ونهم يحققوها أعرف يوصالوا لده احنا دايما كنا بنتكلم ان الرئيس عبدالفتاح سيسي فتح مجالات للناس اللي من الدول الخارجية او من الناس اللي هم موجودين برا ان هم يطبقوا النموذج المصري عليهم النموذج المصري عليهم طيب احنا ممكن ازاي نستفيد من التبادل بقى بتاع التجارب اللي بينه وبينه الدولة التانية دي ازاي اولا في فترة الأكواة يعني احنا ما شاء الله شوفنا انفتاح كبير جدا ان مصر على أفريقيا تحديدا او بالذات يعني مصر رجع التاني بقى الحضن أفريقيا رجع يبقى فيه تبادل رجعنا مصر تاني صحي صقافي ما بين مصر وكل دول الخليج ما بين مصر وما بين كل الدول الأفريقية لا بدأ يبقى فيه بدأت مصر تتولى تاني من تاني الدور الرياضي بتاعها في ان هي تبقى قلب المنطقة من جديد بعد ما كانت طبعا في الفترة الأخيرة نتيجة المشاكل والصراعات اللي كل المنطقة كانت فيها كان طبعا فيه ترجع كبير فالحمد لله سيد رئيس في الفترة الأخيرة قدر ان هو يرجع مصر لدورها الرياضي في ان هي تقدر تحتوي أشققنا للأفريقين رجعنا دولة تاني احنا كنا خلاص دعنا احنا معنا التصال من الأستاذ رمضان اتفضل فنديم معاك كرام عليكم عليكم السلام ونطلع بركاته الله بصراحة انا شايفين انجازات يعني بصراحة فاجة الخيال لكن عندنا مشاكل بالنسبة للرقابة يعني عندنا مثلا انا بيم المتجاز بها شهر ما جاتش عندنا الرقم القيادة العائلة للبنباء وزارة التربية والتعليم لأسبوع ولكرة بعد ومحظة ساعدين انه رقمين طيب احنا شكرين لحضرتك هو دايما هو بتكلم عن الحاجات الروتينية او الورق الروتيني او الاسلوب الروتيني بتاع التعامل في الامكان الحكومية بس احنا دايما نتكلم ان الدولة بتقدم تسهلات مش هواية مش بس تسهلات وفي الفترة الاخيرة لو احنا كلنا متابعين اللي الحكومة بتعمله هتلاقي ان احنا بننتقل للوضع الرقم تمام فده هيسهل في كل التعاملات سواء المالية الاجتماعية السياسية الاقتصادية اي حاجة بشكلها الرقم الجديد وده مش يحطر بيه خلاص البيروكراطية اللي بتحصل في المؤسسات الحكومية دي ان شاء الله ما عددش هتبقى موجودة تاني فيما يخص الحتة بتات انابيب البتجاز او نقصها او عدم توفرها فالحمد لله دلوقتي الجاز الطبيعي اتمد تقريبا في الجمهورية كلها وبدأ ووصل حتى كمان في القرى والارياف والاماكن النائية فاضل بس انه ممكن يكون لسه مشتغلش في بعض الاماكن لكن الخطة ان شاء الله انه خلاص تقريبا على عشرين عشرين هتكون مصر كلها ضوطت بالغزر الطبيعي فمش هتبقى عندنا خلاص المشكلة بتاعت وتجازات والمشكلة بتاعتها دي خلاص تقريبا انتهت وتحولنا العصر تاني وكواس ان الناس بيتشاف ان فيه انجازات بتحصل يعني وبيتقول ان فيه انجازات بس فيه مشكلة او اتنين وده الحكومة والرئيس عارفين ده وهم بيشتغلوا على ده طيب معانا اتصالت يعني من الاستاذة هودة تفضلي على السلام عليكم عليكم السلامة والبركاته طبعا انا اقدم مثالة يعني اقولها لكل الناس اللهم يعملوها اول حاجة عندنا الريس بتاعمل ربنا يخلونا يا رب ريس يعني كله يعني مهما اقول يعني تقريبا من وجه نظر انه مفيش ريس عدة زي بالنهضة الحضرية اللي هو عملها ثاني حاجة يعني بتوجه برنامج العشرة صباحا نقدم حاجة ان كل واحد يبدأ بنفسه يبدأ بضميره معاي ولا ايه ده هدفنا شكرا فاندي مسال صدق وصلت وانحنا ده هدفنا والله ان احنا كل واحد يبدأ بنفسه يبدأ بان هو يكون نموذج كويس للناس والنماذج الشابية اللي معانا خيري مسال على كده طيب احنا عرفنا ان حصل في استراتيجية بين الحكومة وبعضها بالقضاء على الفقر وتقديم نموذج مناسب للشباب في الدولة ان هم يبدأوا يعملوا تكامل بين الحكومة والمجتمع المدني ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى بين الحكومة والمجتمع المدني عشان نبدأ نعمل منظومة كاملة منظومة اقتصادية كاملة للشباب حضرتك شايفها ده ازاي يعني التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة ده هيفيدنا في ايه؟ لا ده هيفيدنا طبعا لانه ما فيش حد ينجح لوحده طول ما انت شغال لوحدك هيبقى فيه قصور هيبقى مش ممكن تطلع بشكل مكتمل انما طول ما بيبقى فيه تكامل ما بين الدولة ما بين القطاع الخاص ده بيفيد الدولة وبيفيد القطاع الخاص بيدعم القطاع الخاص بيعزز اقتصادنا واستثمرنا بيدي احساس للمستثمر او للقطاع الخاص ان البلد دي بلدك وتقدر تشتغل فيها وتستثمر فيها وتقدر يبقى فيه حرية مالية تدخل فلوسك وقت من تعاوز تخرجه وقت من تعاوز زي ما احنا شفنا في الفترة الأخيرة ما بقاش فيه إحجام على حركة تدول الدولار داخل وخارج مصر بقت الشركات الخاصة تقدر تطلع فلوسها برا مصر بسهولة جدا وده اللي عمل طفرة كبيرة جدا في القطاع الخاص في الفترة الأخيرة رجعت مارسيدس مصر بعد ما كانت بقالها زمن رجعت شركات كبيرة بقت موجودة في مصر ما كانتش موجودة قبل كده بنتكلم عن حجم استثمارات ألمانية رهيبة ما كانتش متحققة قبل كده انت مش بتتكلم بس على استثمارات مصرية بقى والتشجيع للشباب المصري لا انت بتتكلم على استثمارات بمليارات الدولارات على صعيد دولي عالمي بقى شايف ان مصر خلاص بقرة اقتصادية وان مصر دي جاية خلال الخمس ست سبع سنين جايين مصر واحدة من أهم عشر اقتصادات على مستوى العالم هم كانوا عارفين أهمية مصر بس دائما احنا كنا منلاقي فيه فصل بين ياما دولة بتشتغل أو نظام بيشتغل على الحكومة بس ياما على القطاع العام بس ياما نظام بيشتغل على القطاع الخاص بس فده بيكان بيخلي خلل يعني ياما القطاع العام يشتغل ويهملوا القطاع الخاص ياما القطاع الخاص يشتغل وتدع الحكومة توقعها احنا اول مرة اول مرة يبقى فيه تكامل والتمازل يمكن الجيل بتاعنا او الجيل بتاع اهلنا الحقيقة احنا شفناها او تابعناها يبقى فيه تكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام وده لأنا في مشروع الراس التين بتاع الشباب اللي الرئيس عمله أن الشباب قدموا المشروع والحكومة دعمتهم والرئيس أصر على هذا حتى فكرتك شركتك أنت بتقدم الفكرة والدولة بتقعد بتدعمك ماديا وتدريب وتعليم وكل حاجة مش في الحتة دي بس هو على كل الأصعاد على كل الأصعاد ده نحن بنتكلم على رؤية سياسية واقتصادية بصراحة أول مرة تطرح في مصر ما تطرحتش قبل كده في خطة طويلة الأجل نحن مش بنتكلم على خطة قصيرة الأجل بس بصين عليها أو شغالين عليها لا نحن شغالين على خطة قصيرة الأجل اللي هي الحالية وشغالين على خطة متوسطة الأجل اللي هي 2030 وشغالين على خطة طويلة الأجل اللي عارفين مصر راحة فين مشغالين وحطين كل الافتراضات وكل البداية لكل السيناريات حتى الورست كيس وأسوأ الاحتمالات محطوطة لا دون بسكت أنا بأشفق على هذا الرجل يعني حرب خارجية وحرب داخلية وحرب على إرهاب وحرب مياه وحرب فعل ويعني مشروعات التبتين ده طلب التقريب بتاعه في خلق 15 يوم يعني بيجيب وقت منين بيجيب فكرة منين بيجيب يعني ربنا يكون والله بأشفق عليه يعني يعني احنا مصر كل العالم كل العالم طمعا في مصر كل العالم عارف أهمية مصر كل العالم عارف أن مصر طول ما هي وقفة العرب وقفين والأفريقية كلها طول ما لو مصر وقت كده يعتبر العالم العربي والأفريقية وقع فإحنا دايما بنتكلم لما الرئيسة فتح ستتكلم عن انطلاق المشروع القومي زي ما قلت لك لتنمية القرى والمشروع الاستراتيجية الأماكن الأكثر فقرا الأماكن اللي هي ما فيهاش دعم كامل ولما تكلم بقى عن إصدار قانون بتاع مجلس النواب تمام إن هو يتكلم عن البدء الفوري في تشجيع الشباب على العمل المحلي إن الشباب أو المحليات أو القيادات بقى في الدولة بدل ما كان قيادات الدولة دائما شائخة أو قيادات الدولة دائما بنبصرها على الشعر الأبيض أو أنا مش هبقى في البوزيشن دا أو في المنصب دا غير لما شعري بيض إزاي بقى الرئيس عمل التأهيل السياسي والاقتصادي والفكري والاجتماعي والترباوي والتنموي للشاب دا إنه هيطلع يمسك منصب قيادي على ناس أكبر منه في السنة وناس أقدم منه في الشغل فده هيفيدنا في إيه؟ وإزاي إحنا ممكن أو إزاي الحكومة فكرت في حاجة زي كده؟ هو بدأ من أول ما الرئيس يعني إحنا كدولة خلاص استوعبنا اللي حصل في صورة 25 يناير وإن دي كانت أصلاً المشكلة الرئيسية بتاعتها أو سببها الرئيسي إنه عدم الاستماع للشباب وعدم احتواءهم وعدم إعطاءهم أمل في أن البلد دي فيها بكرة وفيها جاي وإن البلد دي بتاعتك إن البلد دي عجوزة إحنا فاك الدولة استوعبت دا كويس قوي على أعلى المستويات السياسية حتى أعلى القيادة السياسية وبدأت بمؤتمرات الشباب بمحررتها قولت سبع مؤتمرات لفهم الدولة ومستمر فيها بدأت كمان بالمبادرة بتاعت سياسة الرئيس بتاعت تأهيل الشباب للقيادة المنظومة دي أفرزت لنا شباب قد إيه على قدر من المسئولية وعلى قدر من الوعي ودربتهم علمتهم حطتهم في أماكنهم اللي ممكن يبقوا فيها بعد عشر سنين أو بعد خمس عشر سنة فانت دلوقتي لو جيت بسيط هتلاقي مستشارين المحافظين والوزراء كلهم من الشباب كلهم في التلاتينات في العشرينات فدي حاجة تفرح حتى كان لسه من كام يوم نائب محافظ البحيرة تم تعيينه من كام يوم من شباب البرنامج الرئاسي ودكتورة جميلة صغيرة في السن حاجة مبشرة وتقول لك لا البلد دي إن شاء الله اللي جاي فيها هو للشباب ولفكرهم بس كان نقصنا كشباب شوية تعليم وشوية خبرة بدأت الدولة تعملهم إنهم يدون من خبرتهم ويدون من علمهم في التجمعات لأنا بكلم حضرتك فيها سواء في المؤتمرات سواء في المبادرة بتاعت الدولة دي ما شفناش أبناء الصف وإحنا شفنا أبناء الفلاحين وأبناء الصعيد كلهم أبناء الفلاحين شفنا أبناء الفلاحين قاعدين عملينا موزج محاكاة للدولة وديه بيكلموا بطريقة أنت تحس إن قدامك ده فعلا وزير اللي قدامك ده رئيس وزراء يعني هم بيقولوا لرئيس مجلس الوزراء إحنا هنعمل كذا ويعمل كذا ويعمل الصحة كذا وكنا هنعمل كذا لو كنا مكانك وهم لسه شباب صغير وهم أولاد ناس بسطاء ده يقولك دول هيوصلوا لفين بكرة ده يحسسك إن شاء الله بإذنك يا رب البلد دي بإذنك يا رب هي محفوظة بإذن الله ثم بعد ذلك بشبابها وأهلاها حضرتك بقى كرئيس منظمة بطرع الشباب وتطور المشاريع نموزج المحاكاة اللي الدولة عملته ممكن إزاي الشركات بتاعتكم أو الشركات القطاع الخاص أو الشركات اللي شغالة في بناء اقتصاد الدولة تستفيد منه إزاي؟ إزاي بحنا نستفيد من الشباب دول؟ طبعا نستفيدنا منه يعني لما أنت بتقول تسمع المؤتمر ده هتلاقي فيه في آخر كل مؤتمر توصيات بيقولك أنت كدولة أو ككيان مفروض عليك في مجال التسويق تعمل 1.2.4 في مجال المجال الإداري مفروض عليك تعمل 1.2.4 في المجال التطوير تعمل 1.2.4 بتخرج بكمية داتا وكمية اقتراحات ممكن تنفذها في أي قطاع يعني بشكل لأ وبعدين مسمرة بقى أن هي دمج ما بين شباب ما بين قطاعات كبيرة ولها سقل من الدولة رئيس الدولة قاعد وموجود بيبدي برأيه بيبدي بخبرته السادة الوزراء بيجو يعلقوا على رأي الشباب ويقول لهم لأ أنتوا في الحتة الفلانية كانت مش مظبوطة الصح يعملوا كذا لا بنتعلم بنقعد نكتب الكلام ده عشان نطبقه عن دين يعني نقدر نقول أن مصر دخلة على مرحلة جديدة بنستفيد من حماس الشباب وخبرة الشيوخ الاتنين بيكملوا بعض أول مرة يبقى فيه دمج حقيقي ما بين الناس اللي عندها خبرة وثقل ووعي وما بين الشباب دائما كنا بنلاقي الناس الكبيرة في السن هي اللي تبقى في المناصب الكبيرة لأنه عندهم خبرة عارفين يتعاملوا ازاي عندهم رصانة في اتخاذ القرار عارف يقولي وما يقولش ايه فيه وعي ده يعني كان بينقص الشباب على مدار فترات كبيرة وده اللي الدولة أدركته فبدأت تنقل الخبرات الخاصة بالناس الأكبر سنا للشباب دول بحيث أنهم يجمعوا ما بين بقى الطموح والسعي والقدرة على الحركة وأنه ده مش بتاع مكتب ده هيلف الجمهورية وبتاع شغل أنا جرات ده في شغلي وما بين أنه عنده السقل والوعي وعنده الخبرة وعنده الرصانة يقدر يقول ايه ما يقولش ايه يقدر ياخد القرار ازاي تفعيل القرار طب القرار ده تبعاته ايه ماهو فيه ناس متعلقها في رقبتي انت ما بتبقاش مسؤول عن نفسك بس بعد شوية بتبقى مسؤول عن ناس كتير بس فلا أول مرة بنشوف لا فيه دمج فعلا ما بين الشباب بطموحاتهم وشبابهم وأملهم وما بين الأكبر سنا بخبرتهم وتعلمهم وحكمتهم ووعي السنين اللي هم أخدوها طيب احنا كنا نتكلم قبل كده ان الدولة ما بتدربش الشباب ما بتطورش الشباب احنا آخر فترة الحكومة نسقت مع الأكاديمية الوطنية للتدريب اللي مقررها في العصام الإدرياء الجديدة انها تدرب مجمعها من الشباب ومش من مصر بس من الدول العربية والدول الأفريقية كمان طيب كمنظمات بقى او كينات او شركات زي شركتكم ممكن مجال التدريب او مجال مش التدريب نشر الوعي او نقل الخبرات للشباب مش مشكلة العائد المادي انا بتكلم ان الشركات دي تفتح المجال للشباب دورها ايه يعني للشباب هل ممكن ده يحصل ان احنا نلاقي شركات القطاع الخاص بتدمج مع الحكومة او بتتعاون مع الحكومة بمبادرات معينة او مؤتمرات معينة عشان يهود الشباب او الريدي ده حاصل في بورتوكولات حاصلة ما بين الجامعات المصرية وما بين مراكز تدريب وما بين شركات القطاع الخاص عشان يبدأوا يعملوا برامج تدريبية في مجالات مختلفة مجالات كبيرة جدا ومجالات متعددة تبدأ تتاخد داخل الاطار الجامعي يبدأ على اعلى مستوى بنفس الامكانات بتاعة القطاع الخاص بس من غير تكلفة خالص كدعم للشباب فيه كمان شركات من القطاع الخاص بدأت تبقى بتعمل برامج تدريبية احنا المجموع يعني عندنا التيمورك بتاعي فيه قطاع خاص للتدريب يعني فيها عشرات البرامج التدريبية متخصصة للشباب وبيبقى فيه طبعا تقريبا هي تقريبا مش بعائد مادي يعني كلها حاجات شبه فور فري يعني دي كلها بتبقى دعم للشباب والنقل للخبرة وانهم يقدروا يكتسبوا تعلم وخبرة يقدروا يواجهوا بها المرحلة نقدر نقول ان زمان كان دايما الكليات العملية معروف بها كليات طب وصيدلة وهندسة كان كليات تجارة مثلا او حاسبات او او نظم الادارية او الكام دا كله كليات نظرية بحتة حتى لو في المسمى العام بتاعها انها كليات عملية طيب حضراتكم في منظماتكم وفي تطوركم للمشاريع وتطوركم للمؤسسات بدأ ناخد طفرة جيدة بقى ان انت تتخلص جامعة وتخلص تعليم دا انت هتاخد فرصة جديدة انك اللي انت تعلمت في الجامعة او تعلمت في الدراسة طبقوا في حياتك العملية في الشركات دي او في المؤسسات دي حضرتك يمكن قلتنا ان كان شغلك الاول اكاديمي شغل اكاديمي بالدراسة للطلبة وبتعلم الطلبة حاجات خاصة بالاقتصاد والادارة والادارة العمل والحاجات اللي هي خاصة بالسياسات والتجارية والكلام دا كله طيب لما هذك اشتغلت في حالة عملية اكيد حصل فرق الفرق دا بقى احنا مش ممكن نخلي الكلية النظرية مع الشغل العملي في كلية واحدة او في اتجاه واحد عن طريقكم ان احنا نقدم لدى للدولة كمشروع ان الشاب ما يطلعش من تجارة مثلا انا عرف ناس خرجين تجارة شغالين معنا في شغلنا وبعرفاش يحسبه صح فا ازاي بقى ناخد النظمج الشغل النظري بالشغل اللي عملي بحيث ان يطلع عند شاب هو خريج تجارة خريج تجارة خريج اداب خريج اداب مش اللي هو كلام على ورق مش عدد خرجين وعدد متعلمين وتكلفة للدولة وتكلفة الاهالية على الفاضي ده ممكن نتفيد منه ازاي احنا مش هننكر زي ما انا قلت لك ان احنا عندنا مشاكل في التعليم سواء على المستوى القبل الجماعي او على المستوى المستوى الجماعي ومستوى البحث العلمي كمان في الماجستير وفي الدكتوراه وفي الكلام ده الدولة مدركة لده كويس جدا بدأ التسعة انه يبقى فيه فعليا دمج ما بين الدراسة النظرية والدراسة العملية وعظن ده شفناه واضح جدا في المدارس الفنية التفرة اللي حصلت في المدارس الفنية في الفترة الاخيرة من انه بدأ يبقى فيه دمج للدراسة الفنية بطريقة رهيبة وطلقت بعثات لليابان والدول كمان اوروبية من المدرسين ومن السادة المتخصصين في التعليم الفني عشان ينقلوا خبرات الناس اللي نجحد هناك لان احنا محتاجين التعليم الفني في مصر مش بس لازم نبقى خرجين جامعة ومجستير ودكتوران مش كلنا هنبقى في المجال الإداري او في دكاترا او كذا لا مصر محتاجة كل الشرايح وكل الطبقات وكل الطواقف كنا بنحس في الاول انه صاحب التعليم الفني ده يعني فيه دقاص او درجة تانية درجة تسعة مش تانية والدولة فهلا برضو ادراكت ده وحاول التعالجه في الفترة الاخيرة من خلال مياه افتتحت عدة جامعات تكنولوجية اطلق عليها الجامعات التكنولوجية ده هتبقى متخصصة بس لاصحاب الخرجين من الدراسات الفنية فانت بعد ما تقدر تخلص السنوي الفني بتاعك تقدر تلتحك بالجامعة بس بيبقى شغلك بقى كله تطلق فعلا فني تطلق عامل مصري تقدر تشرف مصر في اي حتة تشتغل فيه ده في القطاع الفني في القطاع البحسي او في القطاع الجامعي زودت الجامعات عدد برامج التدريب الممنوحة للطلبة بقت بتشترط اصلا كمان تدريب في الوقت الصيفي وبتمنح الطالب عليه بعض الدرجات وبيبقى له اولوية في التعين لبعض الشركات يعني بدأنا بدأنا نشوف الحتة دي انه احنا ندمج ما بين الشغل النظري وما بين القطاع العملي بس ده مش هغنيك انت كشاب ان انت تبقى دايما انت اللي بتسعى انك تطور قدراتك ومهاراتك في الصيف انزل اتدرب حتى لو منجر فلوس انزل اشتغل في اي شركة حتى لو منجر فلوس في مجال تخصصك حتى لو منجر منجر ما تاخد ولا جنيه مش مشكلة الفلوس دلوقتي خالص بعد كده الفلوس زي ما قلت هي اللي هتجري وراك لانك عندك علم او عندك مهارة او عندك قدرة انك تقدي العمل بتاعك بالطريقة المزبوطة فهتقدر لو طلبت السلري اللي انت هتطلبه يعني هتقدر الفنية هنروح بقى لحاجة منسية خالص بقى لها كتير ويمكن محدش لفت نظر لها غير الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي هنتكلم عن القصة بتاعت المدارس المهنية اللي كانت زمان هو حد فشل في التعليم فخلاص احنا سقط كده سنة مثلا في عدد او في داي فهنروح مدارسة مهنية يمكن بدأ الدولة تبص للناس دي برضو وتخب بالها منهم بدأ يحصل لهم تطوير طيب احنا كمؤسسات برضو تطوير مشروعات طيب لو احنا خدنا الشباب دول استفدنا منهم كتدريب يعني عملنا تعاقد بانه وبين المدارس دي هاتوا الشباب اللي عندكو هننفذ مشروعه في المكان الفلاني هاتوا تخصص الفلاني والفلان الفلاني مثلا نجار سباك حداد نستفيد بيه في حاجة زي كده ده برضو خيار مطروح هو ده قردي أصلا حوصل يعني فيه سواء في المدارس الفنية أو في المدارس المهنية في الفترة الأخيرة الدولة المدارس نفسها يعني الدولة ممثلة في المدارس بدأت تتعاقد مع مصانع ومع شركات قطاع خاص أن الطلبة اللي عندها تنزل تدريب مدفوع الأجر في فترة الصيف يعني أنا لما شفت ده قردي على أرض الواقع وقابلت الشباب تدريب مدفوع على فكرة ومرتبات كويسة جدا فلاقيت أنه يعني أنا نفسي ما سداتش فقلت أنا هنزل أشوف ده على الأرض الواقع فلاقيت لا فلا والمصانع والشركات بيطبعت كمان للطلبة حاجة تنقلهم وتاخدهم وتوديهم وتجيبهم وبدأ الوجبة وبدأ الرعاية وبدأ الكذا وبدأ الكذا فحاجة جميلة يعني اللي حضرتك بتقترحه قريدي الدولة شافته وبدأ يتطبق بقاله تقريبا سنتين تقريب طيب عزين بقى أنا أعرف من حضرتك إيه طموحاتك وأهدافك المستقبلية في مجالك العملي والمهني ومجالك الإبداعي مش هنخليه عملي ومهني في تطويرك للمشروعات أو تطويرك للمؤسسات العملية هو الأول بس يعني أحب أشكر كل الشركات اللي أنا اتدربت فيها وكل الشركات اللي أنا اشتغلت فيها حتى لو يوم واحد قدقينت وقدت دعم لي وقدقينت وعلمتوني والحمد لله بفضل الله أنا كنت محظوظة بأن أنا بلاقي في الشركات دي أو في الأماكن دي ناس بتشوف في حد عوز يتعلم فبتعلمه ما كانش حد بيبخل أبدا بتعليمه حب أشكر كل الشركات اللي اتمرنت ودربت فيها وتعلمت فيها واللي اشتغلت فيها حتى الفترات الأخيرة على رأسهم مجموعة خليفة فوانديشن للاستثمار حب أشكر كل العاملين فيها وعلى رأسهم السيد رئيس مجلس الإدارة باش مهندس خليفة قد إيه كنت دعم وسند وقديت علمتي منكم كتير كل حد موجود في المجموعة وقدت نقلة كبيرة في حياتي المهنية بشكركوا جدا بشكر فريق العمل اللي معي اللي في كل الإدارات القانونية والإدارية والدراسات الجدوى بتعبكم معي وبضغط عليكم كتير وعشان نلتزم يعني بشكر طبعا والدي ووالدتي دايما كانوا سند ودعم لي وبشكر قبل كل ده ربنا اللهم لك الحمد على كل حاجة وصلت لها بالنسبة للطموخات بتمنى في الفترة الجاية إن شاء الله إن احنا نقدر نكتسب ثقة مزيد من العملاء سواء جوى مصر وبرا مصر وحاليا احنا مسكين مشروعات محترمة جدا جوى مصر وبعض الدول العربية في الكويت والسعودية فأتمنى من الله عز وجل إن احنا نوزع يعني نوسع قادة عملاءنا أتمنى إن احنا نعمل حاضنة لرواد الأعمال أكبر ودلوقتي احنا بنسعى لعمل بروتوكول بروتوكول مع الدولة فيما يخص الشقة التمويلي بالذات لإن هو اللي بيبقى فيه مشكلة كبيرة مع الشباب إن هم يبدأوا فيه فبنسعى شغالين على ده دلوقتي وشغالين برضو في برنامج أحب أتكلم عنه ولو دي برنامج سياحة واستثمار البرنامج ده فيه مجموعة كبيرة من النغبة السياسية والاقتصادية والقانونية بشغالين فيه على قطعين قطع السياحة عاملين برنامج متكامل لجذب استثمارات سياحية ضخمة إن شاء الله في الفترة الجاية وكمان القطع الاستثماري عاملين برنامج هاي اللي جذب استثمارات على أهل المستوى والدمج ما بين الاستثمار في حد ذات والسياحة عشان نقدر إن شاء الله بإذن الله نبقى رقم واحد في النقطتين ونجيب مزيد من الاستثمارات الخارجية لمصر سواء من قطع السياحة أو الاستثمار بشكل عام البرنامج ده فيه ناس يا جماعة ما شاء الله يعني كلهم من النغبة إن شاء الله نفرد له وقت تاني نتكلم فيه وهو تحت يعني قيادة وإشراف المستشار القانوني متولي إبراهيم أحب أشكره المجهود ورهيب في البرنامج وإن شاء الله نقدر نحقق حاجة تبقى مشارفة المصر فيه بإذن الله أنا منباهر بالحلقة بالكلام مع حضرتك والله أنا في كل حلقة باتكلم كتير أول مرة أعود وأسمع وأستفيد من نموذج حضرتك وأعود أقول للناس كل اللي بتسمعنا محدش له حجة نتكلم في نموذج من الشباب منظومة متكاملة فكرة متكاملة حد بيأخد مصر كلها دايما نفكر نبدع نعرف أن الدولة في ظهرنا نعرف أننا لما نشتغل ونجتهد ونحلم بجد هنوصل نعرف أن مصر فيها ناس عظيمة زي الدكتورة نوها وزي ناس كتير يصدفنا معنا في البرنامج بتاعنا وأن كل واحد له حلم عاوز يحققه لازم يشتغل لازم يتعب ما يفكرش في الفلوس ما يفكرش في المشاكل ما يفكرش في الناس الفشلة اللي ممكن أنت بوظلوا حياته لا أنت أهم حاجة عندك أنك أنت تتعب وتشتغل على نفسك وتحقق حلمك مصر عظيمة بكم مصر عظيمة بنجاحكم مصر عظيمة بطموحاتكم مصر مستنياكم عشان تقدموا لها وعشان تقفوا جنبها مصر بتقبر مصر بتتغير مصر بكل يوم في جديد إن شاء الله استنونا كل يوم خميس الساعة العاشرة والنصف صباحا من برنامجكم العاشرة صباحا ونموذج جديد وحلم جديد وطموح جديد وإن شاء الله كل يوم في جديد يا مصر شكرا لمتابعتكم معنا مع السلامة